أجمل شيء أن تدع الذي يخالفك الرأي ويخالفك العقيدة يحترمك في هذا يعني ولما أقول لك بنروح مبكرين عن معادنا وننتظر دقيتين وكل الفريق سعيد وغير ممتعد عشان محمد صلاح يقدر يتوضع ويصلي طبعاً هم بيقول أكتر من دقتين محدش قالوا إحنا مالنا هو بيقول كده بيتفهموا تماماً أن هذا الرجل عليهم احترام ما يفعله لأنه فعلاً راجل انتزع على الاحترام والاحترام دي بقى جماعة أنا دائماً أقارن بين الحب والاحترام الحب أناني الاحترام ما فوش مجاملة عدوك ممكن يحترمك واللي بيحترمك لا يجاملك انت بتجبره على احترامك فمحمد صلاح للأسف وهو انتزع احترام العالم كله تعرض لبعض المضايقة والحمد لله انتهت بتدخلات حكيمة مسؤولة يعني محمد صلاح لما تشوف جرديولا إبراهيم وهو بيقول أنا ظلمته وأنا ليه الأوان أن أعترف أنا الأوان أن أعترف أن صلاح تجاوز ميسي وأنه ظلمه لما تكلم عنه باستخفاف قبل كده وأنه كان على استحق هذه الجائزة كويس فهذا انتزع على الاحترام لأنه كان رأي فيك سلبي أما جاءت أقول لك أنا بتأسف لك وأنت إيه وقرنك بحس اللعب في العالم وأن أنت تجاوزته كمان وأنك تجاوزته وا واعترف فالنهاردة محمد صلاح يذهب بعيدا بأحلامنا أن نقف وراءه عشان يوحس اللعب في العالم وننسى السحابة العابرة اللي هي كلها مبنية على احترام الاحتراف وخبرات التعامل مع الاحتراف لأن قبل كده نفس القضية أسيرت بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري أهم الأستاذ جمال علام كان يقتال الكابتن هنا بريدة هو عيده هنا وعيده في الاتحاد الدولي وما قدرش يعمل حاجة دي مسألة صراع حقوق هو نفس الشيء في أزمة محمد صلاح التي انتهت بحكمة أعتقد أنها حكمة سياسية قبل أن تكون حكمة رياضية كلام يورجين كلوب الحقيقة فيه رسالة لكل شبابنا هو بيتكلم على احترام مشاعر وتقود صلاح الدينية وإزاي هم بيحترموها دي رسالة لكل شاب مصري وكل واحد بيحب محمد صلاح يعرف المناخ والمجتمع الصحي السليم اللي قائم على احترام الآخر وصل لمرحلة ايه شوفوا الناس بتتعامل بوعي واحترام وتأدير لثقافة المختلف بهذا التأدير والاحترام وتشوف إزاي تقدر تخدم دينك لما تبقى صورة إيجابية طيبة إزاي بتخدم ثقافتك ودينك وبلدك ووطنك وناسك وأهلك وتاريخك وحضرتك فكرة أن أنا دايما وأبدا ضد الآخر المختلف عني في الدين أو في الثقافة أو في العقيدة أو في أي شيء إلى درجة العنف لا أتقبله شوفوا هذه الشعوب المتحدرة المحترمة متقبلة صلاح للدرجة أنه الأطفال بيقلدوه بيسجدوا زيه بيغنوله أغانية يا جماعة لازم نتغير الكرة مش مجرد كرة وحتى الناس اللي بتتكلم على عايز تنصروا الإسلام بهذه النمازج بالضبط حتى الناس بتتكلم على البعيد عن التطرف البعيد عن السياسة البعيد عن كل شيء آه إزاي تبقى فعلا زي ما هو الراجل قال سفير جيد جدا للعرب والمسلمين في أوروبا طب ما تخلينا إحنا مع بعض في تعاملاتنا إحنا مع بعض في جارك المختلف عنك في الرأي في الدين في العقيدة في الفكر إزاي تتقبله وإزاي تتعامل معاه باحترام له خصوصيته شوفوا الدينية وصلة إزاي شوفوا الجوني اللي فاد ده أزاز الرعيب شوفوا الجوني اللي فاد ده أقيمة النطق شوفوا الكرة لما انفرض عملها تشيب آه وجوني مرمي تروح لمسة رقيقة تروح متجاوزة جوني متهدية في المرمى خبرات ومهارة وقرار أنه دخل ما تسربعش ما شاتش على طول شافوا الجوني بيعمل إيه يجوني فاد عاجبنا صلاح رسالة حضرية مهمة جدا جدا جدا